أقرى رئيس الوزراء دكتور عمر الرزاز بأن الحد الأدنى للأجور غير كاف مشيرا إلى أن الحكومة لا تقبل بأن يفقد الشباب الأمل في الحصول على وظيفة جاء ذلك خلال الرقاء الرزاز مجموعة من الشباب في مقر رئاسة الوزراء مساء هذا اليوم أول فرصة عمل تحصل عليها فرصة أنك تشتغل اشتغل في أي مجال كان وفي أي راتب كان طبعاً إحنا ما منسمح يكون تحت الحد الأدنى للأجور ومنعرف أنه الحد الأدنى للأجور لا يكاد يكفي لواحد مواصلاته ويمكن أجر التليفون وإن شاء الله ما يكون إيش بدخن بس ودخان إذا بدخن اللي بده يجد فرصة عمل يبدأ يبني حاله فيها موجود اللي عم بدور على فرصة معينة في المؤسسة التالية بالرتب الكذا في وراء مكتب حقه بس أنا ما بقدر أوفر هذا الحكي لكل شبابنا العاطلين على العمل شكراً لكم